في جولة الحظ بيبتسم فيها للضيوف على أصحاب الأرض الأهل البريمو في تاني أفضل انطلاق قليل في الدور المصري بيواصل انتصاراته وإزا مالك بيفك عقدة استاد سماعالية بعد 14 سنة ومالك الاستحواز تاكيش جونياس بيودع الدور المصري أهلا بيكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم تشكيل الجولة 17 بيبدأ بمسعد عوض حارس أسوان اللي قدر بأكتر من تصدي ممتاز من مهاجم الاتحاد يضمن لفريق فوز ممكن نعتبره بكل تأكيد مفاجئة الجولة في خط الدفاع أحمد توفيق الباك اليمين مع إقاف خمس لعبين من برامد زمينهم عمر جابر ورجب بكار لعب أحمد توفيق باك يمين تقلق دفاعيا ومش بس كده صنع الهدف الأول لفرقته عمر كمال عبد الواحد اللي تكتب عليه يبقى المدافع الثالث للمصر بخطة إيهاب جلال 3-5-2 قدم أداء ممتاز طلع أكتر من كرة من على خط المرمى وعمل تغطية ممتازة وراء الظاهرين مش بس كده ظهر بشكل كويس جدا ضد سرعات مهاجمي ودي دجلة وسام عرفاط ورجب عمره محمود علاء اللي بيواصل التسجيل للزمالك وبيوصل لجوله 24 في مسيرته مع الفريق الأبيض تخطى أرقام إسماعيل يوسف وعمر زكي مش بس كده محمود علاء كان الوحيد من خطة فاع الزمالك اللي ظهر بأداء كويس وغطى على الشكل اللي ظهر بيه زميله محمد عبد الغني علي معلول بكش مالي الأهلي اللي استغل ان طلاقع الجيش مكانش بيهاجم كتير من الأطراف وقدر انه هو يعمل جبهة هجومية قوية جدا للأهلي وصنع الجول الأول لجونيور أجهيه علي معلول ما اكتفاش بالصناعة وحاول انه هو يسجل بنفسه شاط أكتر من كرة على المرمى لكن تقلق محمد بسام حرم الأهلي من فوز أكبر من 3-0 في خط الوسطة أليو ديانج أليو ديانج مش بس بيقطع الكرة للأهلي وبيقت الهجمات المنافسين لا بيلعب أبسط كرة من بين كل لعيبة خط الوسطة في الدور المصري بيسلم الكرة صح علشان يبدأ بنفسه هجمات الأهلي وده اللي شفناه في كرة الجول الأول لما قطعها ولعبها لجيرالدو ومن جيرالدو العالي معلول ومن عالي معلول لأجهيه علشان يبقى الجول أجنابي بامتياز للأهلي معاز ميلو عمر السلية اللي بيعوض جمهور الأهلي على إداءه مخيب للأمان ضد بيرامدس قدم مطش كبير في نص الملعب ضد طلاع الجيش ويسجل جول عالمي عمر موسى لعب وسط المصري اللي الحظ والعرض حرموه من أنه هو يسجل جول كان حيبة أجمل بكتير من جول عمر السلية رغم أنه كان تبديل اضطراري ونزل مكان بهاء مجد المصاب إلا أنه بعد سبع دقايق من نزوله قدر أنه يصنع الجول الأول للمصري ويقدم مطش كبير جدا هو كمان معاز ميلو مفتاح طقطع اللي قدم أفضل أداء ليه مع المصري يمكن بداية الموسم وده لأنه سابه من اللعب الغير مجدي على الطرفه وتحول لعمق الملعب علشان يشكل ثناء قوي مع أستن أموتو ويسجل للمرة الأولى من الجولة الخامسة ولكم باك مفتاح طقطع في خط الهجوم فادي فريد مهاجم أسوان الشاب واللي كان حاسم في حسم أسوان لتسع نقط في آخر تلات مطشاط ضد الاتحاد هو اللي بنفسه خطف الكورة وبثقة عالية جدا قدر أنه يسجل هدف الفوز المفاجئ على الاتحاد الاسم الثاني في الهجوم أحمد ياسر ريان اللي كان مصر إن فرقته ما تخرجش من غير نقط ضد حرس الحدود قدروا إنه يسجل جولين للجونة واحد منه من راكل الجزاء والتاني من رأسية مركة مسجلة أحمد ياسر ريان علشان يخرج بالتعادل في مطشصة أفضل فري في الجولة المصري اللي أخيرا بفوزه على وادي ديجلة 3-0 بيرجع للانتصارات في الدوري لأول مرة من 2 يناير لما فاز على سموحها في الجولة الحداشر الأحداث اللي كانت قبل مطش المصري وديجلة وتدول شائعات عن وجود خلافات ما بين إهاب جلال وإقدارت المصري وتقديم إهاب جلال اللي استقلته بالفعل بعد التعادل مع طنطة إدانا إحساس إن المطش حيكون صعب جدا على المصري لكن لعبت المصري الحقيقة كانوا قد المسئولية وقدموا أداء ممتاز جدا من ضغط عالي وأداء هجومي من أول دقيقة في المطش علشان يكسبوا 3-0 ضد منافس صعب وكانوا قادرين إن هم يزودوا عدد الأهداف المطش الجاي حيبقى ما بين المصري اللي هو أفضل فريق في الجولة دي ومنافسه الأهلي اللي أكيد لو ما كانش المصري عمل الأداء ده كنا هنختاره أفضل فريق في الجولة أفضل لاعب في الجولة عمر سلية نجم الأهلي بعد أداء للنسيان ضد برامجز عمر سلية بيعود سريعا للتقلق مش بس علشان سجل أجمل أهداف الجولة لا علشان ساهم في إن خط وسط الأهلي يستحوز استحواس تام على الكورة ويحرم طلع الجيش من إنه يهد الدفاع الأهلي أو محمد الشناوي بأي شكل السلية كان من أكتر لعيبة الأهلي اللي قطعت الكورة ضد الجيش وكان دايما بيظهر لزميله عشان يستلم الكورة منهم ويساهم في بناء الهجمة علشان كده كانت دايما تمريراته الأدام وده اللي بيخلينا نختار السلية مش علشان الجول بس نجم الجولة أفضل مدرب في الجولة إيهاب جلال مدرب المصري اللي رغم الضغوط اللي كانت عليه قبل ماتش ودي دجلة إلا إنه أدار المباراة بهدوء وزكاء شديد رغم إنه كان بيواجه منافس ما بيختلفش عن أسلوبه كتير بيحب يبني الهجمات من تحته ويستحوز على الكورة في نص الملعب لكن تنظيم إيهاب جلال اللي لعبته كان أعلى كتير واعتماده على طريق التلاتة خمسة اتنين إدى للمصري كثافة كبيرة في نص الملعب ونقل مفتاح تقطع لعمق الملعب علشان يكون أخطر هجوميا ده غير المسندة اللي وجدها المهاجمين من طرفين الملعب كريم الحرائي وحسن علي حتى بعد خروج بهاء مجد مصاب بعد أقل من تلت ساعة من بداية المتش إلا إن رتم الفريق ما تغيرش بنزول عمر موسى وكان قادر إنه يضغط ضغط عالي على دفاع وادي دجلة لحد آخر دقيقة ورغم إن المصري عمل تلت تغييرات اضطرارية إلا إن الفريق كان قادر يسجل أكتر من تلت أهداف وادي دجلة علشان يفكرنا بكورة إيهاب جلال الممتعة أجمل هدف في الجولة جول عمر السلية للأهل في طلاع الجيش إنت كنت تحس إن السلية بيحرجم على الجول ده من أول المتش بعد شطين التالتة تبدأ كورة قدر إنه يعد بيها بنفسه من دائرة السنتر ويشوت ساروخ لبس في وش رجله صح علشان يروح للمقص الشمال لمحمد بسام ويبقى هدف الجولة من غير أي منافسه مفاجئة الجولة الانتصاري التالت على التوالي لأسوان بعد فوز أسوان على الاتحاد في اسكندرية صفحة أسوان على فيسبوك كتبت تماسيح النيل ما زالت تلتهم الأخضر واليابس ومش هتلاقي وصف أحسن من كده للصحوة اللي بيعيشها أسوان والثلاث انتصارات على التوالي اللي حققوهم علشان يوصلوا للنقطة التمنتاشر أسوان بكده عادل الرقم التاريخي اللي حققوا موسم سبعة وتسعين تمانية وتسعين بتحقيق ثلاث انتصارات متتالية على التوالي أغرب لاطة في الجولة إصابة الهاني سليمان بجد أكيد منتمنى للهاني سليمان السلامة لكن لاطة وقوعه وخروجه مصاب ضد نادي مصر يمكن من المرات القليلة جدا أو الندرة طوال 13 سنة دوري ممتاز للهاني سليمان بيقع فيها بجد ويطلع مصاب مش مثلا بيقع ويروح قلع الجوانتي ويطلب منه الدكتور ان ينزله ويدردش معاه شوية ويسأله عن أحواله ويشرب بقق مية ويلبس الجوانتي تاني وبعدها يقوم يشوف لسه فاضل كم دقيقة في الماتش عشان يضيعه زي ما وعدناكم دلوقتي هنعرض أبرز اللقطات اللي جات لنا على هاشتاج أخطر دوري في العالم وبرضو هنستنى منكم على هاشتاج أخطر دوري في العالم أبرز اللقطات اللي انتوا شايفينها في الجولة الثمنتاشر علشان نعرضها معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة